السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرح مثال عن دارة الشورت سيركت سؤال يقول 3300 إلى 200 فولت هذه نسبة كي محولة وحادة الطور تيار شورت سيركت قيمة 7.5 أمبير وكوبر لوزز 580 C محولة بكوبر الآن المعطيات بالسؤال عندي شنو عند الفولتية قيمة تجد فولتية V1 3300 أخذها من السؤال طبعا هذي منيطين نسبة أنا أخذي V1 ما أحتاج ال V2 وبعتبار منه V2 Short Circuit فما أحتاجها طنطاني نسبتها أحتاج V1 اللي هي V Short Circuit 3300 I Short Circuit 7.5 و BCU 580 أسهل رجعنا إلى الشكل الدائرة فلاحظ أنه بها فولتية وتيار منطنياء ومنطني قدرة أقدر طلع قيمة R equal عندي القوانين إذا أنا حافظهن وطلع قيمة X equal وطلع قيمة Z equal وهمينا بالنسبة للرسم يعني هي شغلة بسيطة إذا حفظت الرسم وحفظت الشكل الدائرة وحفظت القوانين يعني قوانين تطلع من الرسم كذا طلعها من الرسم ما تقطع بيهم على العموم حسن بعد ما أطلع ذني المقننات أو المعامل الفولتية والتيار والقدرة أقول أن القدرة ساولي التيار تربيع في قيمة المقاومة ماشي؟ من عندها هطلع قيمة أنا القدرة عندي موجودة والتيار Short Circuit عندي موجود هطلع قيمة المقاومة ليساولي قدرة على التيار Short Circuit سيطلع عندي قيمة المقاومة بعده أطلع قيمة Z equal Z equal سأساولي فولتية على التيار باعتبار أنه Z equal هي محصلتهم مجموحاً ستصعدي مقاومة واحدة فولتية على تيار أقدر قيمة المقاومة من قانون Ohm طلعت عندي قيمة المقاومة Z equal 440 Ohm X equal سأساولي تحت الجذر Z equal تربيع ناقص R equal تربيع طلعت عندي قيمة Z أو X equal فسألا طلب من عندي draw the phaser diagram مباشرة أنا أعرف أنه البراميتر تكون من مقاومة مقاومة R equal هذه مقاومة R equal X equal تتقدم عليها قيمتها مثلا بالسؤال منطني مثلا خنقول X equal 5 أو هنا من السؤال يقدر منطني X equal 439 خنقول هذه النقطة هي 439 وهذه النقطة من المقاومة زيت قيمتها 10.3 أنا قط وأخذ محصلتهم وهذه هي زاوية Short circuit زاوية بين X Z وال R هذا شرحنا بالنسبة للمثال Short circuit أتمنى يكون المثال مفهوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنًا